طيب نهواند بتقول ان عبدالقادر جاهز المنتخب واحنا كمان لازم نقول ان محمد شريف هو كمان جاهز للمشاركة مع المنتخب طبعا يعني اكيد كيروش ليه رؤيته الخاصة وليه وجهة نظره في ان مين يلعب ومين يقعد ومين يشارك ومين ما يشاركش لكن اللي الحقيقة بيعمله محمد شريف ما يتقالش عليه غير عظمة على عظمة بمعنى ايه بمعنى تفاصيل كده هو تأكد ان هو فعلا اداءه كان ممتاز قرية الملعب التمركز السليم تحركاته بدون كورة وترجمة كل ده بتسجيل اهداف يعني مهاجم متكامل الى جانب طبعا ان الفريق كله الحقيقة يعني كان اداء كل اللعيبة كان اكتر من ممتاز اللعيبة وطريقة اللعب يعني من لمسة واحدة التحركات كلها كل ده اللي ترجم الفوز او الترجم الى صورة الفوز مع نهاية المباراة وهو فوز مستحق ما فيش شك في كده لازم كمان نعترف اننا فعلا يعني اطمننا شوية في الاول وما استغلناش اعني اكتر من فرصة كانت متاحة لنا وده كان سبب ان المريخ يتعادل معانا بجولين تاني نرجع ونقول ما كانش ديهم لازم اول حقيقة بس يلا اول اللي حصل حصل لحد ما طبعا عمر السلية احرص هدف الفوز كالعادة حنقلب صفحة ونفتح صفحة تالية صفحة جديدة هي استعدادنا لبيرامدز في الدوري ومن بعدها اكيد ان شاء الله استكمال المشوار القاري